شاهدين أهلاً بحضرتكم عشرين مصاباً حتى الآن كارثة إنسانية استيقظ عليها المواطنون اليوم حيث شهدت محافظة ألمينيا حادث تصادم قطارين في منطقة ماقوسة مما تسبب في تعطل حركة القطارات على خط الصعيد وفور وقوع الحادث وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء بإرسال فريقاً لمتابعة الموقف وإيضاً تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي للوقوف على آخر التطورات مطيل هذا الحادث وإلى أين وصلت المسجدات؟ كل هذا سنوضحه الآن من خلال تغطياتنا أصدرت هيئة السكك الحديدية بياناً إعلامياً أشرت فيه إلى حدوث استضام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم عربة القوة القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو كرقاس والمينيا وذكر البيانة أن الحادث أدى إلى سقوط عربة القوة وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة كشفت مصادر بهيئة السكك الحديدية تفاصيل حادث قطار المينيا اليوم قائلاً شهدت محافظة المينيا حادث تصادم قطارين في منطقة مقوسة مما تسبب في تعطل حركة القطارات على خط الصعيد وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية لصد البلد أن القطارين تصادم في محافظة المينيا مما أصفر عن انقلاب عربتين من قطار النوم القادم من أصوان في الترعة الإبراهيمية وأوضحت أنه جار معرفة التلفيات والمصابين وتسهيل عودة القطارات بعد رفع العربات التي سقطت بالترعة قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة أسطحة أن التواقم الإسعافية تواصل عمليات الإنقاذ في محيط حادث قطار المينيا وجار تقديم الكشف وتقديم الخدمات العلاجية من قبل الأطباء في المستشفيات لإنقاذ المصابين وضف عبدالغفار أن هناك 20 مصاباً جرى نقلهم إلى مستشفيات المينيا العامة ومستشفى المينيا الجامعي والكشفات الأولية تفيد بأن حالات الإصابة في قطري المينيا تتراوح بين كدمات وجروح سطحية لكن لا يمكن الجزم بالوضع الصحي الدقيق للمصابين ووصل المتحدث الرسمي باسم وزارة أسطحة أن قيادات وزارة أسطحة تتحرك لمتابعة حادث قطار مقوسة ميدانياً بتكليف من الدكتور محمد أطيب نائب وزير أسطحة والسكان للتوجه للمينيا على أن يتم المفاة بمستجدات الوضع الصحي للمصابين أولاً بأول وعلنت الوزارة الدفعة بـ 23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصاباً وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المينيا العام ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المينيا الجامعي وتشير الفحوصات الأولية لأن الإصابات تتروح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن والمتابعة مستمرة ووجهت أيضاً وزيرة التضامن الاجتماعي مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحاوضة ألمينيا بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم كما وجه بتقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين أيضاً كما كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديدية للتوجه لموقع حادث صادم جرار بقطار النوم في المينيا وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحديد إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه التطبيق نشكركم أعطيب المتابعة وازدنا نتابع محاضراتكم بكل جديد تابعونا